السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة عليكم العديس العروسة بزيان السعد في هذا اليوم كنا 28 جوليا 2022 في قاعة حفالات قاعة من بين اجمل قاعة الحفالات الله يبارك قاعة شهر زاد في الدار البيضاء قاعة بطابع ملكي ديكور ملكي كما راكم تشوفو وكأنها من حكايات الف ليلة وليلة شهر زاد وشهر يار وحكايات الف ليلة وليلة المهم راكم تشوفو هذي الكيكة كانت في نهاية العرس نبدأ معكم العرس انتعنا بسم الله على بركة الله كان الهنايا عندنا 300 شخص طاجين الرخام شربها مع البورك الصلاة اكيد والحم الحلو طاجين الرخام كما راكم تشوفو الله يبارك كامل كامل ولا ويديرو استدرهم شي كامل اغلبية باش ماقولو الشباسك هو مكلف نوعا ما سيقتو كيفي اللي مقصدو فيوندو في البولياشي وفيونداشي نقدرو قلتلكم تقدرو يعني اللي حب يقتصد شوية يديرو بالبولياشي واحدو يجي بنين ما شاء الله يعني دجاج مفروم صدر دجاج مفروم يجي بنين ما شاء الله تقدروا تديرو بالبولياشي بساحب لابيون ولا ببولياشي وعفوان يجي بنين اكتر وكتع في الدوزني يجي ارطب الله يبارك راكم تشوفو الله يبارك طابلة كان فيها ثمانية اشخاص درنا ثمانية حبات بورك في الصحن شوفوا صلاة الله يبارك كما قلتلكم الدكور التح دكور ملكي مام التم تح ثاني على حسب الدكور اللي كله انتوح دوغي ثاني على حسب الطابع الملكي اللي فيه كامل الصلاة يعني تش تحسير حكرا كيف العهد الاندلوسي ولا في العهد الفرعوني في العهد الفراعين او راكم تشوفو الله يبارك كلش دوغي في دوغي هذا اللي تح تحسير دي جي ولا الماشطة ولا لا تاب لهذه راي قدم العروسة المهم خاطئ هذو الاشياء منبدأ شنخرط برك هذو اللي تاب اللي يقعد الزيوف شوفو الله يبارك الزخرفة اللي راي في الاعمدة الزخرفة جميلة ويعني تمدلكم توحي الى العهد القديم والعصر القديم عصر الملوك الله يبارك شوفو ما شاء الله انا عجبتني اكيد كل واحد هذي اذواء كل واحد والذوق انتاعه خفيفة ضريفة والاسعار تاحها معقولة على حساب وش سمعت ديكور كامل انت ع الصالة رايح في الدوغي ماما لين راكم تشوفو فيه كامل ذهبي ولا ذهبي كما راكم تشوفو ابي انسيو كل واحد وشي عجبو كل واحد احنا يحنا يروح اللي يصل انفيلمي ولكم انا يمشي طباخات على الصالة انا فقط ادتني مولاة العرس بروك عليك السيداتي وعجبها العرس عيضتلي غضوة من دا كيماها قاتلي يعطيك الصحة يا بنتي حمرتي لوجه ان شاء الله في الافرح القادمة ان شاء الله وانا هذه هي اللي نبازع لها في الاعرس اللي نخدمهم والله من باز يعني قلتلكم يهموني يدراهم علاجهم لاني مخلي اولادي وعلاج الولادي لاني نخرج نخدم ما بسح الحاجة اللي تهمني السمعة نتاعي وتهمني ثاني الناس نبقى عندهم شغل الذكرى الجميلة هذه تفكريني تفكريني بذكرى جميلة والحمد لله نسيوا الاقصى ما نقدروا بش نرضو ازابون مع انه يعني الناس غاية لا تدرك لكن نحاول فقط نرضو الاغلبية اول حاجة الانسان يرضي نفسه نرضو الاغلبية الحمد لله يا ربي اكيد ربي سبحانه وفي المرتبة الاولى بعد نرضي نفسي نكون راضي على نفسي على خدمتي هنا المخرج اول المدخل تعد الصالة عفوا هذا عفوا خلفية الصالة جاية لاغية كما قلو احنا جاي في الوراء منتع الصالة في الخلف المدخل نورمال منحيت بسك جاني الفيديو شوية طويل تصورت شوية شوية عجبني هنا الاشجار وين تصور العروسة لا ما غاية تقدر تخرج الهنا تصور دير دير بوز يعني دير وضعيات جميلة الهنا مع الازهار مع النباتات يعني الازهار كينين اللي هنا فقط رهي غير مزهرة كين الورود وكين فقط يعني ما من نباتة هذوك شوفوا هذا الثاني دارو هذا تابي هذا شقول البلاط وشعي طول رحلي يربي مشي كغلاش دال دوسول جاي كما تابي مام ليغيدو لليكاش غيدو ثاني كلش رهو دوغي في دوغي ذهبي في ذهبي للعهد الملكي عفوا الدخل وليدي سيبوص الفيديو هاني قطعتو نكمل معكم الفيديو هذي تقطع لي كامل هذي الله يبارك العشاوات تع الزمن هذي رهي في الصالة ديكو حاطينو في الصالة العشاوات تع الزمن لا تشفاولهم اسمحوا للأطفال كنا نحطوا فيهم الطعام زمن فال طعام كين يدي فيهم المقرط كين هذي البيض هذي كل اصطل كل واحد الشي عيط له هذي البيض تدي في العروس المقرط ودي فو تدي الحلوية في هذا المقرط الحلوية ولا هو الأغلبية كانوا يحطوا فيه الطعام الطعام والرشتة كانوا يحطوها في هذي العشاوات هذي تاني حاس هذي الدهبي كين الدهبي وكين الفضي نوعين العجار العجار مع الحي كم رمى الله الله ذكرهم يديروه ديكور بينسير باش يديرو به الوضعية تنتعي التصوير هوا كم رمى بينسير في أشكاله وأنواعه حي كم رمى في عدة ألوان وفي عدة عدة موديلات كي ما قولوا هوا كي حطتوا اللي هنا المشطة حطت لكم مرقم متاع المشطة لحب يتصل ما نعرف هم أولو المهم اللي عجبكم الألبسة وحا ولا عجبتكم ديكور تحا هايك المشطة مشطة أميرة تزيرية فالا نعم هادي عندها لاباج فلاس عندها لاباج عفوا للأطفال عندها لاباج في الفيسبوك هايك البيدون صغير وش قولوا اللي يفكروني فيه الدلو هذا واسمه هذا 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 وش يعيط لل السطل كل هات الشي يطلو المهم الدلو هذا زمان كانوا يدوهم معهم الحمامات معمر بالمقارط تديه العروسة وحباباتها بيانس يدوهم يعمره بالمقارط كال يعمره بالماء والورد والأخر يشبحوا باش الحمام العروسة يجوز بيان هذا السني هذا نتاعنا ثاني نتاع الأندلوس نتاع منطقة جهة تلمسان كوترة هامدرومات لمسان مغنية الرمشي كامل عندهم هذا النوعية نحس المريشة يبارك المريشة شكونا ما يعرف هاش اللي نرشو بيها العطور زمان كانوا يستقبلوا بيها الحنايات والضيوف نديروا فيها العطر نستقبلوا بيها الضيوف انتاعنا اللي يجو يحنوا العروسة والضيوف اللي يجو الخطابين يديروا فيها ماورد ولا مزهر العروسة طيرت انتاع ماورد ولا مزهر ولا شو انتاع ماء الكولونية اللي كانت هي سائدة في القديم يديروها واكيد بلا لكي بكت غلطي تعمي الضيوف بس وصرت حوادث رشيغر بالعقل الله يبارك راكم تشوفوا الفيديو خلاص شارفة على النهاية تلقوا في سعة الخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الى المستقبل